هذه البشارة المحمدية هذه الذخيرة النبوية التي يسعد بها كل من انتسب إلى هذه الأمة المرحومة المختارة هذه الأمة التي هي محط عناية الله تبارك وتعالى بأن بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطبه وقال وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى حتى كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله أرجى آية أكثر آية يتجلى فيها الرجاء والأمل في الله والتفاؤل قيل ولم يا إمام قال لأنه لا يرضى وأحد من أمته في النار لا يرضى صلى الله عليه وسلم وأحد من أمته في النار بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدمي لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأممي هذه الأمة المحمدية أمة البشارة أمة الخصوصية يروى أن سيدنا موسى لما أوتي الألواح قال يا رب إني رأيت في الألواح أمة هي خير الأمم أمة هي خير الأمم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يا رب اجعلها أمتي قال لا يا موسى تلك أمة محمد قال يا رب إني أرى في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق الأولون في دخول الجنة يا رب اجعلها أمتي قال لا يا موسى تلك أمة محمد قال يا رب إني أرى في الألواح أمة إذا هم الواحد منهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإذا عملها كتبت له بعشر حسنات يا رب اجعلها أمتي قال يا موسى تلك أمة محمد وأخذ موسى عليه السلام يذكر خصوصيات ومميزات هذه الأمة وربنا يقول له في كل مرة تلك أمة محمد فألقى موسى الألواح وقال يا رب اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا الذي نرجو شفاعته حبيبنا الذي أكرمنا الله تعالى بأن جعلنا من أمته فهذه نعمة النعم فما أحواجنا لشكر هذه النعمة